شادا يفهم لا غاديو كجيم إلام تجاي الأغنية الموضوعنا اليوم هي أول ليلة أول ليلة هي مع الفنانة الراحلة رجاء بالمليح فقط تجلتي والأغنية تجلت هذه عصر سنوات تقريبا باش تجلت في 26 هذا هي الوقت اللي تعرسوها على رجاء بالمليح ودخلنا للستوديو وسجلنا الأغنية كانت مفاجأة بالنسبة لي لأنها واحد نهار كتدق لي على الباب في استوديو وفي خازابلونكا وكتنستقبلها كانت لقى بأن قدامي ديك الفنانة يعني فنانة كبيرة وقديرة ومحتارة ما في العالم العربي وكتنعرفها من يعني من سنين ما نكبرهاش ولكن بيني وبينا واحد واحد العسر سنوات أو 12 سنة في الفرق ديكال السنين فمني شفتها يعني أنا استغربت أنها جات عندي باش ولكن هي كان عنده فكر واحد البعد في الفكر ديالها اللي هو كبير لأنه كانت ديكالوقت شافت ديكالوقت شافت الأغنية دي المغينة والأغنية دي أهياليل وهذا وحسات بأن غيمكن تدير معي شيء عمل ليكون خارج على الأعمال اللي كانت تقدر ديكالوقت وبينا وبينكالأغنية ما غيرت فاول والأغنية اللي سمعت دي الأولي الله أو اللي غادي تسمعه أغنية ما غيرت فاتش هاجها كيفما تتصوبات كيفما تسجلات في الوقت اللي كانت هي يعني من عشر سنوات حتى التوزيع ديالها ما قلتوش فبقات كيفما هي أنا غيرت على الكلمات ديالي لأن الكلام ديالي كان شوية غادي فوح الطريق اللي هي إيجابي أكتر وكنا فرحة وهي بالنسبة لها فهذه مناسبة رجوع كان رجوع لها للساحة من بعد 4 سنين ويما كانت تغني على قبل لذلك المرض السرطان اللي كان فيها فبالنسبة لي أنا يا كانت حاجة ما سهلاش كان في ذلك الوقت نيش كنا نخدمين كان لازم نلقاش حاجة اللي تكون غريبة ومختلفة وفي نفس الوقت تكون مغربية لأننا نحن بجوج مغربة فأريد أن ندروا شيئا اللي تكون تخرج يعني من هذا وهي عندنا كانت بغاية تكون أكبر وأكبر في العالم العربي وأنا كانت عندنا وحدة فيزية مشتركة يعني أشوفها مشتركة لذلك العمل اللي أريد أن ندره ولكن مني توفات مسكينة أنا وقع لها بحل واحد الشوك وقع لها بحل صدمة أخذيتي عشر سنين باش تنزل أغنية ما بيني وبينا ما كانت تخرج والله ما كانت تخرج ما كانت تخرج ما كانت تخرج ما كانت تخرج يعني كيفما قلت قبل في النهار أنه كنت 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 ندير للمشاهدة شمسون الحلقة وكنت في دبي وانتلقيت مع واحد الإعلامي من الإمارات وهو إعلامي كبير وكننا كنا نهضره وقال لي أعطني سؤال قال لي مع منت عملتي في الفنانين العرب فهضرنا جاءت سير رجاء بالمليح ولكن رجاء بالمليح لم يتطلق قال لي ليس حقيقي ما تقول في الصح نتسجلت معك أغنية وما أغنية قلت لي وانتسجلنا وقدرنا لم أخرجتها وقلت لي لأن من بعد لم أخرج أغنية بعد أن الفنان لم يتطلق وأن العائلتها قال لي أرى أن أغنية تخرج وقلت لي أن تبور لحمد لأني قلتني البكية في عيني وكنت عرف هذه الفنانة و وقلت أغنية لأن أسمعها وقلت فأرجعت وبعد شهرين أو شهر ونص بقيت كان عود نسمع الأغنية كل مرة نسمعها كل مرة نسمعها وكل مرة نسمعها كانت تجيب لي واحد ضيم يعني كي تتفكرها كانت تفكرها وكانت تفكر الأيام لدوزنا وكانت تفكر الحويج اللي هدرنا فيهم وشنو يا رمام لم تبقيت هذه الأغنية بقيت في الحويج اللي كتكون لأن عمل هو كيكون فيه شهرين اللي كتكون عمل ما بين جدي الفنانين را قليل فين كيتدار ما كيتدار ما كيتدار بزاف عمل بين الفنانين لديو لأن لما داش داك الكورون ما داش وما كان واحد الإحساس وما كان شهرين وما كان لغموني بينهم إذن كتدوس شهرين مع الفنان اللي تعملت معه أو تلقيت معه وكتولي كتتعرفو في واحد المدة قصيرة واجيزة ولكن كتتعرفو مزيان وكتولي تشوفو كيف يفكر وكيولي عطاك شهواج وكيض حد في السوديو كان كنوا بحل دريس صغر كان كنوا بحل دريس صغر كان ننقزون غوتون دريس صغر كان نحطوهم في مجازان ديالي جو بحل كتلعف واحد لدع كانوا بحل مئة في المئة لأنك ممكن تكذب على رأسك حيث منيش واحد ما كتعجبوش اغنية او لصوت او لشي حاجة كتشوف وجو كتعبس وكيقلت وليكن مني كيف يفرح وكيعجبو ريتم كي نوضي بدي يغني ويقول لك هذي وعراء وغاد ينضير وغاد ينوصل وغاد ينضير وغاد ينضير وغاد ينضير والعالم كله سيكون في مرة وحدة شوفنا في بيزو وغاد ينضير اخر مرة كنت شوفنا فا شك كنت سمعت الأغنية وكتبت لها الأغنية رأي واجده وده بغان نوخدمه في الكليب تشكر منيشي ثلاث شهور قبل ما توفى الله رحمه وكانت مشت لشهور ومشت لدبي وما بقيت سمعت لها واحد المدة كنت كان عايت لها في دبي باش نوشده التغناج للكليب ودك شي ومني مشت واحد الوقت جاوبني لما ناجر لها قال لي يا مسكينة رافين شوت هبطت في الكلينيك وما غلست بزاف وتوفيت الله يرحمها لو كانت اليوم رجاء بالمليح كينا وكانت خديته عشر سنين باش خرجته الأغنية شون تغتقول لك شون تغتقول لك على الشانسون شون خديته وعشر سنين تقول لك لا ما نخرجوها لا نخليوها لا ما يمكنش لأن الأغنية كانت تخرج لك ساعة يعني الأغنية كانت تخرج ويعني واحد الفنانة اللي من بعد دربع سنين وهي وقفة في ما خرجت عمل ومن بعد كتجيب اجدير واحد عمل جديد ويعني ما خرجت عمل من بعد داك لعمل دارت معها يعني كان بالنسبة لها داك متابة رجوع للساحة والأغنية الحمد لله أنا كانت من الأول من الأغنية من الدارت عرفت بأنها قوية وأنها عند واحد القوة لا في شخصية ديال ستيل الأغنية أو لا حتى في صوت ديالها عرفت بأنها قوية يعني مني يكون عندك واحد العمان وانت متأكد منه راك تعرفوا بأنهم جيد متنو كيبقى الجمهور يختار كل واحد يختار ما ستيل يبغى ولكن أنا عرفت بأن الأغنية عندها واحد القوة فكانت صافي قلت لك ممكننا بداينا نخرج ونوجد رأسنا باش نخرج إذن إذا كان هنا ستكون معي غالسة وستكون تغني أولا هنا نرد عليها بالإنجليزية وغادي هذا لا رحمة لا رحمة هم لا قد تشكو مشكل ملائل لا لا الله عمر لهم الدار وكانت خير هم كانوا يعني كانوا يعني يعني كانوا يعني كانوا عندك فنان في العائلة ويكون عنده واحد المكان في العالم العربي ما كانت سهل رخص مجد والعائلته كانت مراهوم وكانت تعاون وكانت تعرف فهما غير عارفوا بأن الأغنية ستخرج إن شاء الله وكانت عندهم فكرة بأن كانت تخدم معي في السوديو ولكن مدام وكانت معماري لم أعرفوا أين وصل فأنت معهم وكانت أخرج إن شاء الله أقريب فأنت خير يعني كانوا ساعدوا بزاف وتلقيت معهم أغنية وعجباتهم وقال يا مدام هي سجلتها وابغا تخرج للجمهور إذا نحن خرج للجمهور لأن الفنان ليس غير ديال راسو ديال الجمهور ديال هو إذا جمهور يسمعها وأكثر من ذلك قلت لهم وأنا بريد لا أكرهش على الأغنية الخرجات أن جمع الأرباح اللي ستجي من الأغنية إن شاء الله نعطيها لأ فونداشن جمعية على قبل مرات السرطان في المغرب أو في العالم العربي يعني بلد بلد وهم يعني رحبوا الفكرة بزاف قاع وعجبوا وعجبوا الحال ف يعني غادين الحمد لله ناس عانين ويخير لهم وعندهم مشكلة يعني فالفكرة عجبتهم لشانسون تسجلت عشر سنين عشر سنين فأنت تخرجها وليس تغيرت لأن هذا عشر سنين تبدل بزاف الحويج سأقول لك أما غيرت والله العظيم ما غيرت شيء يعني أكثر في الانتاج أو التوزيع أو في لا أغنية لغنية لأنك أغنية من نفس الطريقة غيرت على الكلمات ويجعلت بزاف ولكن في نفس الوقت قربت الكلمات التي تقول أنك لم تسمع كلمات ديالها أنا لم أعرف كذلك وعندما كذلك كذلك وعندما لكن ترى آخر كذلك يجب أن الإنسان خارج من المراد ويجب أن تسمع آخر لأن لا يجب أن تفت تسمع ويجب أن ترى ما الحال من غير الناس ويجب أن تقول أن لا يمكن أن تدخل إلى آخر نفو التي تصبح أكثر أموشي أموشي ما تفت الكلام ويجب أن أقول أن أخذ 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 الناس التي أعرف مرض أو أخذ اتتذارين بهم يعني اللي عارفين هم شكون وكيفاش وكبروا معهم ويعني وكي مهم من في حياتهم. نهر كبير هذا. لا يخليك. لا يخليك. لا يخليك. سمح لي يا لاشانسان فاش كان سمعوا لاشانسان ممكن لنا إلا إلا تفكروا القيمة الفنية كبيرة دي الرجاء بالمليح وشكرا لأنه بغيت نشكرك لأنه بزاف ديال الناس كي سفتونا لسمس لا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا عنا في الشادايفام تيقولنا بأن الأمان عليك شهر زاد شكري إلا مجاي لأنه خرجتنا أغنية ديال الفنانة الكبيرة رجاء بالمليح